السلام عليكم دلاتر اتكلم على البعد السادس من ابعاد البيم وهو الفسلتي منجمينت وهو ده مهم جدا لان ده عبارة عن ازاي هدير المبنى بعد ما تسلم للمالك او سلم ليه اللي هيشغل المبنى خلاص احنا سحبنا كل المكان اللي بيبني خلاص المبنى خلاص تم بنائه وتم تسليمه وهيبدا ناس تسكن فيه وهتبدأ ناس تشغل جواه فلازم يبعندي امكانية لدارة المسيحيات عندي تفاصيل كاملة لموضوع السيانة مفروض مسلا فيه اجهزة معاينة بتعتم السيانة الليها مسلا كل سنة او كل ستة شهور ففي نفس اللحظة نيجي تجيلي التحذير او الارت ابعت لبتاع السيانة او هو اوتوماتيك تصل بشركة السيانة واللات عالي لازم نعمل السيانة يعني ممكن تكون مشاكل بسيطة جدا بس لو انا معمدش السيانة ديت السيانة الوقائية باش السيانة لما حاجة تقسر الروح صلاحها الموضوع يبقى يكبر بدل ما تستعمل السيانة بمثلا وان دولار هتلاقيها مثلا بتصلح ب الف دولار فلازم يكون عندي امكانية للسيطرة على كل حاجة في المبنى لان انت مثلا بتبني في ستة شهور او في سنة او في سنتين بس المبنى هيفضل شغال خمسين ستين سنة ففي دورة هيا للمبنى او للمنتج فبقى في نظام اسم في ستة منجمينت نظام متكامل بقدر ادينا اي معلومة نعايزها ممكن يعتمد على اللوح الاتوكاد بس طبعا اللوح الاتوكاد بشزاكية ما بيدلش المعلومة انما لو الموضل معمول بالبم بيافضل بكتير وبيسهل لي الشغل بتاعي فبقدر اقدر ادير المبنى اقدر احدد استراتيجيات معينة اقدر احصل على تحذيرات فين المشكلة بالزبط ولو احنا بصرنا كده هنلاقي ان تكلفة التشغيل بتبقى دقريبا 80% من التكلفة بينما البنى والحاجات دي بتبقى 20% تمام لان انت بتكلم على لونج طايم فبتلاقي التكلفة اكبر فلو انا قدر توفر في الوبوريشن هاوفر كتير جدا وفي انظمة معينة بتبقى قوية في مطال فاصلتين منجمنت زي نظام الكمبيوتر منتينس منجمنت سيستيم والسي اي اي اف اي ام كمبيوتر ايد فاصلتين منجمنت والاتنين بيتكاملوا مع البيم يعني بصدر الشغل من البيم للانظمة ديت ونظمة دي بتقدر تسفاد منها النظمة دي موجودة من زمان بس كان بفيه صعوبة لان هو بيعتمد على الحاجات الورقية او حاجات البيدي اف وحاجات مثلا موجودة اوتوكاد فكان الموضوع صعب جدا ان هو جامع المعلومات وكان يعني لازم يحصل تلاتين اربعين في المية فاقدم المعلومات انما في نظام البيم الموضوع اصبح اسهل بكتير واصبح المعلومات موجودة ونقدر نشغل بيها ونقدر ناخد كل المعلومات نعمل لها تصدير لانظمة ديت فده بيبقى سهل جدا والتكلفة بتبقى ليهلة جدا وبيدر يديني تحكم في كل السيستمز الموجودة وكل الفينيش وكل الزون وكل المكان الموجود من دمنا حاجات برضو القوية والحديثة ان هو بقي فيه زي حساسات موجودة في قلب الاعمدة وقلب الحاجات الازاز يديني ادي رسالة للنظام اللي هو معتمد على البيم ان خلي بالك مفروض في مشكلة هنا او في مفروض يتعمل صيانة او يتعمل شكل الحاجات ديت كل سنة مثلا فحان مع وعد السيانة ديت ويبعت اوتوماتيك لشركة السيانة يقول لها تعالي في سيانة دلوقتي متواصل هو بالانترنت ويدخل على الموقع ويبعت له اميل تعالي اعمل سيانة التخطيط للأوبريشن بيتمم من قبل لو احنا نشغلين في الدزاين بنبدأ نفكر او احنا عايزين نعمل أوبريشن كويس فبنبدأ ندخل معلومات عايزين نوفر الطاقة فبنبدأ ندخل موضوع ستنابلت معانا من اثناء الدزاين والمعلومات اللي اندخلها في الدزاين المعلومات او التصميم هو نفس المعلومات اللي موجودة في البيلدنج هو موجود في الوبريت مضمت انا شغال بنظام البيم طيب اهم الملف احنا من نعتمد عليه في الموضوع دوت للتصدير من البيم و الفيسافة منجمنت اعتبر ان الاثنين بيتكلموا لغتين مختلفتين ده بيتكلم لويندي وده بيتكلم كناري فمحتاجين لغة التواصل ففي ملف اسم construction operation building information exchange اللي هو الكوبي ده standard عالمي كل الدول الشغال بيه وكل البرامج الشغال بيه بتقدر تاخد المعلومة من هنا تصدارها للبرامج اللي هناك فبتقدر تفهم هو عبر عن جدوى الكسير اللي عادي بيقول لي ان الزونا ديت المعلومات اللي فيها وكمية الطاقة وكمية كذا ومن المسؤول ولو في حاجة دعي تصدر به ده التليفون والميل بتاعه فالكوبي بيوفر لي كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها يعني اي حاجة في الكوبي منت بيديني رقم بتاعها بيديني الشرطة امتى والشرطة بكام وكل جزء فيها المعلومات بتاعتهم موجودة وفي معلومات كترة جدا non graphic data وطبعا بيبقى معك ملف البيم وغالبا بيبقى مصدر على هاية ملف IFC بتقدر تشغل بيه بدون مشاكل فهو بيفي كتر جدا لكل المساهمين في المشروع بقدار وصل المعلومات اللي هم عايزينها بسهولة وفي معلومات كاملة على الموضوع طب تقدر تعمل ملف دوت لما تعمله مانوال تفتح ملف الكوبي وتقدر تكتبه هو بعمل ذا الاسل او ان انت عملك سبورت من ملف البيم وده بسهل جدا مدوم تمدخل معلومات الكوبي كاملة او ممكن في براج خاصة بموضوع الكوبي بتاخد الملفات وتبدأ الشغال عليها او تصدر ملف الIFC وهو بثير معلومات الكافية موضوع الاسبلت مدام في معلومات كويسة جدا هيوفر لك الوقت وهوفر لك الطاقة وهوفر لك موضوع السيانة والربير ويديك المعلومات الكاملة اللي سهل عليك الشغل بتاعك وهتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها وتلاقي عندك الموديل او ان بتعمل سيلكت يجيب لك الكاتالوج بتاع الحاجة والتركيب بتاعها زي 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 ومن المسؤول عنها وشركة السيانة ومواعد السيانة وكل حاجة فده هيساعدك في ان انت تعمل اسكادول للسيانة الوقائية بحيس ان ما تضطرش ان انت تلاقي حاجة حصلت تفهم مشكلة وتقدر تصالح فيها من الحاجات الظريفة جدا ان هو مرتبط بالموبايلات والآيفون والآيباد تقدر في اي وقت تدخل وتشوف السيستم انت عايزه ممكن يجيلك في التليفون مثلا خلي بالك ده فيه مشكلة كذا 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 واخد قرار لما تقفل الحاجة لما تفتح الحاجة مثلا الراوتر احنا على طول اول ما تتصل بT data او شركة اللي بتقدم لك الخدمة ايه في الوفتاح خلاص هنحط زرار اول ما تحصل مشكلة ايه في الراوتر ودي ايه ثاني موفتاح هو هيشتغل عطو دي احد البرامج بتاعت السترتمان جيمينت تقدر تشوف كل المعلومات اللي انت عايزها بشكل ده تقدر تحصل على كل المعلومات اللي انت عايزها تقدر تعمل سيرش تشوف ايه الحاجة اللي فيها مثلا محتاجها السيون خلال الشهر ده وكذا فده هيفرد كدير جدا وبما نحن مخططين اصلا من الاول فبتلاقي المعلومات موجودة من اول يوم لموضوع السيونة وموضوع التشغيل بتاع المبنى فهتقدر تحقق لك كفاءة عالية في استخدام الحاجات بدل من الحاجة مثلا بتبوز بعد خمس سنين لا هتقعد عشر سنين لان انت بتعملها السيونة وكوائية او متحصل اي حاجة صغيرة بتبدأ تصلحها او تقدر تعملها سيونة والتصميم بيبقى من الاول في البيم يعني مركز في موضوع السيونيباليتي مركز في موضوع فسالة منشفت من اول يوم بنشوف اخر حاجة احنا عزينا ايه ونبدأ نحطها بحيس ان ان بقى في معلومات متجددة في الوقت الحقيقي في اي مشكلة موجودة في اي تعديلات تحصل بقدر سيطر عليها بنقدر نحل المساحة كل المساحة ايه المشاكل اللي فيها بنقدر نقسم الحاجة بحسب الاستخدام مثلا لو في اي تعدلات حصلت في المبنى بنقدر نعدله في قلب الموديل بدون ايام شكل خالص حس يبقى عدنا الموديل على الاخر حاجة مطلوبة من اقوى السوفت وير في الموضوع دوت في يوبام وفي برام كترة جدا جدا لا يمكن حصلها في موضوع الفسالة منشفت مع البيم